أنزل رب القرآن يغلي الناس وتبيانا أحيا بهدار وشرعته شبان شبان وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها بسم الله الرحمن الرحيم وبيهنا استعين اللهم اجعل هذا العمل خالص لوجهك الكريم وتقبله مني أنت السميع والعليم طلبات وطالبات الصف الثاني السنوي العلمي أهلا بكم وهذا الدرس في الديناميكا قوانين الحركة معكم الأستاذ محمد السيد بلال لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الجزء العلمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد هنتكلم دلوقتي على قوانين الحركة اللي هي الحركة منتظمة التغير في خط مستقيم أول حاجة عندنا المعادلة الأولى يبقى المعادلة الأولى عندنا تلات معادلة المعادلة الأولى نياب تقول لي عين بتساوي عين صفر زيارة جيم نون نستخدمها عندما لا توجد الإزاحة يبقى دي العلاقة دي بنستخدمها لما ما يكونش عندنا الإزاحة اللي هي فيه قانون التاني أو الحالة الثانية المعادلة التانية فيه تساوي عين صفر نون زيارة نصف جيم نون تربية برضو دي بنستخدمها لما ما يكونش عندنا السرعة النهائية يبنى دلوقتي لما يكون عندنا الزمن والمسافة في الحالة دي بنستخدم هذه العلاقة العلاقة التالتة او المعادلة التالتة اللي هي بتقول لي عين تربيع بتسوي عين سفر تربيع زائد اتنين جين فيه دي بنستخدمها لما ما يكونش فيه زمن او بنستخدمها لما يكون عندنا السرعة النهائية والمسافة او الازاحة دولي التلات قوانين اسمه قواني الحرجة المعادلة الاولانية بتسوي عين صفر زاد جيم نون المعادلة التانية فيه بتسوي عين صفر نون زائد نص جيم نون تربية المعادلة التالتة عين تبقى بتسوي عين صفر تربية زائد اتنين جيم فيه طيب الكلام كويس تعالي بقى مين بقى الجيم؟ الجيم تعبر عن العجلة لما يقول العجلة يبقى نعبر عن الزمن نون الفيه المسافة او الازاحة او الارتفاع يبقى فيه دية تعبر عن المسافة او الازاحة او الارتفاع. نون الزمن يبقى نون ده بيعابر عن ايه زي ما قلنا الزمن عين السرعة النهائية عند الزمن. نون. ماشي. عين سفر هي السرعة الابتدائية اللي بيبدأ بها الجسم خارجته. ماشي. يبقى دية هي كل الحاجات اللي عندنا. يبقى دلوقتي في المعادلات التلاتة اللي عندنا. بيبقى عندنا في كل حالة خلاص هتلاحز ايه? عند السرعة الابتدائية. اي قانون القانونين التلاتة هتلاقي فيه السرعة الابتدائية عين سفر والعجلة ايه جيد. وبقى هنا هيبقى عندي اه علاقة بين اه كام حاجة مسلا هنا هوت عندنا العين والنون وما عندناش الفيه. القانون التاني عندنا فيه وعندنا نون بس ما عندناش عين النهائية. قانون التالت بيربط ما بين السرعة النهائية والمسافة وما عندناش الايه الزمن ما عندناش الايه الزمن. ما عندنا اشياط ملاحظات مهمة جدا وانا بنحل المسائل. اول ملاحظة بتقول لي ايه? ازا بدأ اه الجسم حركته من السكون. في الحالة دي بنقوله ان عين سفر بسكر. يبقى اول ما يقول لي بدأ الجسم حركته من السكون. نقوله ان عين سفر بكام بسفر. الحاجة التانية ازا توقف في الجسم عن الحركة فان عين بتسوي سفر. لما يقولي ان الجسم توقف عنه من الحركة هزيل عبارة على بعضها تدول ان الايه? اه عين نهائية بايه بسفر. طيب. حاجة اللي بعد كده بيقولي ازا كانت السرعة منتظمة. قال لي زكر في المسألة ان فيه سرعة منتظمة. في هزالحالة بنقوله ان الايه الكام بتسوي الكام السفر. الحاجة رقم اربعة بيقولي ازا عادت جسم لموضوع هو الاصلي. يبقى جسم بتحرك وسما راجع لموضوعه الاصلي مرة اخرى. في هزالحالة بنقوله ان فيه بتسوي كام بتسوي سفر. آه حاجة خمسة. بيقوله ازا ازا تحرك الجسم باكس زرعة ازا تحرك الجسم او الجسيم باكس زرعة في هذا الحالة برضو هنقوله ان العجلة بتسوي كام سفر. جيء العجلة جيم بتسوي كام سفر. يمكن حساب الازاحة من القانون فيه بيسوي عين زائد عين سفر على اتنين في نون. اللي هو القانون الاولاني بس ايه معدلين فيه. كويس? يبقى احنا ممكن ممكن ان احنا ايه نستخدم القانون ده لاجهة الايه? الازاحة. يبقى عين زائد. ايه سفر على اتنين في ايه? في نون. القانون راكم سبعة بيقول لي ازا كانت العجلة العجلة في اتجاه السرعة. لو كان عندنا العجلة في اتجاه السرعة. في الحالة ده هي تكون العجلة مجابة. خلاص? ونقوله ان العجلة هي تسارعية. يبقى لما يقول العجلة التسارعية يبقى على طلب نعرف ان العجلة في اتجاه الايه? الحركة. او في اتجاه السرعة اللي هو ايه عندنا. طيب. الحاجة اللي بعد كده بيقولي ازا كانت العجلة في عكس اتجاه الحركة في حالة دية ان الجيم حنتظرها سالبة وتقصيرية ونقولي ان هي ايه عجلة مالها تقصيرية يبا دية مجموعة من الملاحظات الهامة اللي بتفيدنا في حال التمارين مثال بيقولي بدأ جسيم حركاته في اتجاه السابت بسرعة يبا هو بدأ بايه سرعة السرعة دية اليها كام عشرين سنتيمتر على السنية يبا ديست تعتبر بالنسبة للسرعة الابتدائية وعجلة منتظمة العجلة المنتظمة اللي هي جيم عبارة عن اتنين سنتيمتر على السنية تربية تعمل في عكس اتجاه الحركة الام قال لي تعمل في اتجاه اتجاه في عكس اتجاه متجه السرعة يازل حالة لازم تكون بالايه نفرد النبيدة مجابة يبا دي بالايه العجلة بيستهل اوجد عايز مني يبقى اول حاجة سرعته سرعة الجسم يعني في نهاية عشر الثواني لم يقول لي هاتي سرعته يبقى عايز السرعة النهائية يعني عايز عين. طيب يلا نقوله مع بعض. نحط معطياتنا الاول. اول حاجة في المعطيات هنقوله ايه? ان بدأ بسرعة. السرعة دي يبقى هي دي السرعة الابتدائية. يبقى عين سفر بتساوي عشرين سنتيمتر على الثانية. السرعة ايه بعجلة منتظمة? خلي بالك العجلة ما لها تعمل في عكس اتجاه منتجهة السرعة الابتدائية. يبقى في الحالة دي هتنقوله بتساوي سالب ايه? سالب اتنين سنتيمتر على الثانية تربية. لو قال لي تعمل في نفس اتجاه السرعة الابتدائية يبقى العجلة بالايه? بالموجب. طيب. وبعدين قال لك اه اوجد سرعته في نهاية عشر ثواني. عشر ايه? ثواني. يبقى نوع هنا بكام بعشرة? وعين اللي هي انا انا عايزها? بيقول لي اوجد الايه? اوجد ايه? السرعة. اوجد مين? السرعة. ايه? عندي نون? خلاص? ومطلوب الايه? السرعة. يبقى هنا عندي نون? طبعا الايه? عين سفر وجه عجلة موجودين. خلاص? طالما هنا النون معلومة وعايز السرعة يبقى نستخدم القانون الاول. لو بيقول لي القانون الاول بيقول لي عين بيستوعين سفر زاد جين نون. طبعا بيلا نعوط. عين سفر عشرين زاد اه ناقص اتنين في الايه? آآ نون بكم? نون بكم هنا بايه? بعشرة? بعوط يديني في النهاية بكم? بسفر. يبقى النادج هنا هطلع لي بكم هنا? بسفر. يبقى نفس المسألة هنا بس بيطلب بني بايه? عايز الزمن لازم حتى تصبح سرعته سرعته كام? تلاتة وستة من عشرة كيلو متر على الساعة. في عكس اتجاه الذي بدأ به حركته. طيب. هنا طبعا اعطيني ايه? اعطينا السرعة بالكيلو متر على الساعة. وهنا السرعة اللي فيه ديت بالسنتيمتر على السانية. فانا لازم نحول اللي هي السرعة اللي هي ديت من كيلو متر على الساعة الى سنتيمتر على السانية. طب نعمل ايه? نقوله برضو نفس الحكاية. نعندي سرعة اتدائية زي ما هي عشرين سنتيمتر على السانية. طيب السرعة اطالب تلاتة وستة من عشرة كيلو متر على الساعة. طب بنعمل ايه? بنقوله تلاتة وستة من عشرة في الف في مية على ستين في ستين بالايه بالسانية. او هنقول حاجة تانية. نقوله بنضرب كام? يبقى ده نضربه في متين وخمسين على التسعة. يبقى ممكن بدل ده كله نقوله تلاتة وستة امان عشرة مضروف في متين وخمسين على الايه على التسعة. حيدينا الايه ده. حيدينا بكم مية. طب عاين بقى في عكس اتجاه مين? خلي بالك هي في عكس اتجاه الايه سرعة الابتدائية. يبقى لازم تكون هنا بالايه بالسالف. يبقى لازم نحطها هنا بالايه? بالسالف كده. حطناها بالسالف ليه? علشان هي ايه في عكس اتجاه ايه الحركة الابتدائية. طيب كلام جميل. كده انا عرفت مين? عن سفر? عندي عين. هو عز الزمن. هو عز مني ايه برضو? الزمن. طب الزمن نقوله مع بعض والعجرة خلاص هي نفسها العجرة برضو ما تغيرتش. اللي هي تعتبر ايه? جيم بالسالف اه اتنين سنتيمتر على الثانية. الزمن هو المطلوب برضو القانون الاولان يشتغل فيه. خلاص يبقى طالما عندي. سرعة سرعة نهائية معلومة. ونون هو المطلوب يبقى برضو نستخدم القانون الاول. يبقى نستخدم القانون الايه الاول? لان المسألة هنا ما فيهاش الايه? ما فيهاش الفيه. القانون الاولاني ما فيهوش ايه? اللي ازاحة او فيه. يبقى عين سفر زي تجي من نون. القانون الاول زي ما هو. نعود. يبقى نوله سالب مية. بتساوي سرعة بتدقيية عشرين. زائد سالب اتنين اللي هي العجرة في نون اللي انا طالبها. طب بالاقتصاد يبقى نودي دي هناك مع تغير الاشارة وندخل دي مع تغير الاشارة. يبقى اتنين نون بتساوي عشرين زائد ايه مية. يعني اتنين نون بتساوي مية وكام وعشرين. يبقى بالقسم على الاتنين ازا النون بتساوي كام ستين سانية. يبقى نون هنا تطلع اللي بكام بستين ايه سانية. المسال بعد كده بيقول لي تحرك جسيم او جسم في خط مستقيم بسرعة ابتدائية. يبقى هنا عندي السرعة الايه دولات اللي ابتدائية? سبعة متر على السانية. وبعجلة منتظمة اربعة متر على السانية تربيع. في اتجاه حركته. يبقى ازا سرعة ابتدائية. والعجلة في نفس الاتجاه مع بعض. اوجد سراته والمسافة التي اقطعها خلال ست ايه ست سواني. يبقى هنا دول وقت اول الحاجة في المحطيات لازم نبص الحاجات اللي عندنا موجودة. عين سفر موجودة بكم? بسبعة. خلاص? والعجلة هنا بكم باربعة. طب ليه انا عملت العجلة هنا بالموجب? لان العجلة في نفس اتجاه حركته اللي هي الحركة الايه السرعة الابتدائية. كويس. يبقى احنا دايما بناخد السرعة ابتدائية هي الموجب. وبعد كده نبص الايه الحاجات اللي اللي عندها. طيب خلصنا. بعد كده النون ست سواني. طب هو طالب مين? العين. يبقى العين هنا بنزدادنا السرعة هنا مجهولة. يبقى ناندل لكت عندي العجلة. وعندي الايه? وعندي نون. العجلة ونون وعايز عين. القانون الاولاني هو اللي وسطنا للموضوع ده. يلا بينا نستخدمه. يبقى نقوله عين بتساوي. ان سفر زائد نون. عوض. ان سفر هطالب كام بسبعة? زائد العجلة اربعة في نون بستة? بالاختصار هتطلع لي كام? يبقى سبعة زائد اربعة وشرين بتديني واحدة تلاتين متر على السنية. دي السرعة النهائية. ماشي? يبقى دي يعزي السرعة بتاعته. اللي هي تعتبر اسمها السرعة لايه? النهائية. ماشي ايد. طيب تاني حاجة طالب مني ايه? المسافة. طيب ايه المسافة هنا? خلاص? مطلوب المسافة. خلي بالك انا عندي مين? عندي اه اه الزمن معلوم. وعايزي المسافة. القانون التاني هو اللي يشتغل معي. اللي هو بيقول لي ايه? بيقول لي ان فيه بتساوي. عين سفر نون زائد نص جيم نون تربية. طيب يلا نشوف مع بعض كده. فيه تساوي. عين سفر نون زائد نص جيم نون تربية. طيب يلا نعوض. يبقى السبعة في ستة. ادي السبعة في ستة. زائد نص العجلة بكامبة اربعة فيه ستة لكل تربية. طبعا بالاختصار هنختصر كل ده هديني في نهاية كام? مية واربعتاشر متر. يبقى ازا المسافة في هزي الحالة تطلع بكام? مية واربعتاشر ايه متران. طب مسال بعد كده بيقول لي تسير سيارة سباك في الحلبة. بسرعة. بسرعة كام? اربعة واربعين متر على الثانية. ثم تناقصت سرعتها بمعدل سابت. حتى اصبحت اتنين وعشرين متر على الثانية. خلال حداشر ثانية. اوجد المسافة التي قطعتها خلال هزا الزمن. يبقى عزي المسافة اللي ايه خلال الزمن. طب انا هنا دلوقتي. عشان نشتغل في اي قانون من الكونين اللي عندنا هو ما فيش الجيم خالص. الجيم هنا ما ذكرهاش خالص. يبقى لازم طالما ان الجيم ايش موجودة يبقى نحاول لازم نجيب الايه? الجيم اللي هي العجرة بتاعتي. تعال نقوله مع بعض. عين سفر باربعة واربعين متر على الثانية. بعد كده عين بقت كام? اتنين وعشرين متر على الايه? الثانية. لان السرعة ابتدائية اربعة واربعين. بعد كده ايه تنقصت سرعتها خلاص. اصبحت كام اتنين وعشرين متر على الثانية. النون خلال زمن كام حداشر ثانية. طيب هنا بقى هنبتدي نجيب مين دلوقتي العجلة? نبتدي نجيب مين دلوقتي العجلة لان العجلة مهم جدا عشان نشتغل في القوانين. طب الجاء العجلة مش موجودة لازم نجيبها. طب نجيبها ازاي نقوله العجلة بالسواعين نايس عين سفر على نون. عين سواعين سفر على ايه? نون. اللي هو القانون الاولاني بس بنجيب منه العجلة على طول. يبقى العجلة هنا هنقوله اتنين وعشرين. نايس كام? نايس اربعة واربعين على الحداشر. بالاختصار هتطلع كام? هتطلع ريه? عبارة عن سالب خمسة من عشرة متر على الثانية تربية. على المتر على الثانية ايه? على الثانية ايه? تربية. هنا سانية ايه? الكل تربية. لان دي يد العجلة. طيب الوقت عندنا فيه بتساوي عين سفر آآ نون زائد نص جيم آآ نون تربية. طيب يلا انا عمد في الخانون دهوت يبقى عين سفر موجودة باربعة واربعين في احتشر ساوي زائد نص العجلة احنا جيبناها كان بسالب خمسة من ايه? خمسة من عشرة متر على السانية تربية. اهي. يبقى سالب خمسة من عشرة. في الزمن تربيع يبقى 11 كل تربية. بالاختصار هتطلع دي بكام? ب363 متر. بالمسال. بعد كده بقول لي اطلقت رصاصة. بسرعة خمسين متر على السانية. يبقى هنا السرعة دي اسمها سرعة الفتدائية. اللي هي بدعنا بها. على هدف ثابت. فراسة مسافة كان خمسة وعشرين سنتيمتر. بديت فيه. اوجد السرعة التي تنفذ بها الرصاصة في نفس الهدف. ازا كانت ازا كان سمكه كامل مرة دي سبتاشر سنتيمتر على فرض سبوت العجرة في الحال دي. بدلوقتي احنا دلوقتي عندنا ايه? عندنا اطلقنا الرصاصة. الرصاصة دي اطلقناها بخمسين بايه? بسرعة خمسين متر على السانية. السرعة دي دلوقتي السرعة الايه? الابتدائية. فغاصت فيه مسافة كام? مسافة خمسة وعشرين سنتيمتر. لما بتغوص كده يبقى ايه ديت? خلاص هيبقى عندي ايه ايه دي المسافة بالنسبة لها. اوجد السرعة التي تنفذ بها الرصاصة في نفس الهدف. ازا كان سمكه. سمكه بقى المرة دي كان ستاشر سنتيمتر على فرض سبوت العجرة في الحال دي. تعال بصوا معي. اول حاجة احنا عندنا عين سفر. اللي هبقى دا بيها بكم خمسين متر على السانية. فيه? بكم? بخمسة وعشرين سنتيمتر. حولها الى المتر. اللي انا شغلنا كله بالمتر دلوقتي. يبقى عبارة عن خمسة وعشرين خمسة وعشرين من مية من المتر. طب وعين بسفر. ليه? عين بسفر. لانه بيقول لك ايه? فغاصت فيه. خلاص يبقى هنا. يعني خلاص. كلمة غاصت ديت. معناها ان هي ايه? وقفت خالص. يبقى الحركة وقفت خالص. يبقى عين سفر التي تطلبها هنا كان بايه? بسفر. طيب. كلام جميل. نبتدي نعمل ايه دلوقتي? هنبتدي نجيب العجلة. طالما ما ما عندش العجلة نبتدي نجيب العجلة. طب نقوله عين تربيع. نسوي عين سفر تربيع زائد اتنين جيم فيه. كويس? طب يلا نعوض. القانون ده هو نفسه. خلاص قانون ده هو نفسه. هنجيب منه ان الجيم بتساوي. عين تربية نقص عين سفر تربية على اتنين فيه. يبقى هو نفس القانون ده جبت منه يبقى ممكن نعوض في القانون ده عادي وبعد كده نجيب منه ايه ايه الجيم او نستخدم هو نفس القانون بس بالصورة دي يبقى جيم هينا ممكن نقوله على طول عين تربيع نائس عين سفر تربيع على اتنين فيه طب اول عين تربيع يبقى عين بكام بسفر نائس عين بكام احنا ورنا بخمسين يبقى خمسين كل تربيع على اتنين فيه خمسة عوشين من مية يبقى تطلع لنا كم دلوقتي تطلع لنا بسالب خلاص بالاختصار هطلع لنا سالب ايه خمسة ايه خمسةلاف متر على الثانية تربيع يبقى دينا سالب خمسةلاف متر على الثانية تربيع دي من دية العجلة طب انا جبت العجلة هو طالب مني ايه بدلوقتي هو عايز الايه السرعة عايز مني دلوقتي الايه السرعة يبقى دلوقتي انا عندي عجلة وعندي مسافة بس المسافة المراضي بقى المسافة التانية بيض المراضي هتختلف تعانيش شوفون ايه المسافة المراد. بص معايا في الجزء التاني. طب في الجزء التاني بقى هنقول مع بعض ان اين سفر برو زي ما قلنا هي عبارة عن خمسين متر على الثانية. العجلة اللي احنا لسه جايبينها عبارة عن كام? عبارة عن سالب خمس تلاف متر على الثانية ايه? تربيع. طيب. وعندنا هنا بقى فيه بقى هنا كام? بيقولي ايه? في نفس الهدف ازا كان سمكه سمكه ستاشر سنتيمتر. خلاص. يبقى هنا السمك ده اختلف عن السمك ده? لانه لو السمك خمسة عشرين. هنلاقي ان السرعة الايه? السرعة النهائية طب ايه? بسفر. انما لو كان السمك ستاشر اقل هنلاقي ان الايه? ان الهدف بايه? اه بيطلع على طول من هناك بسرعة. يبقى ليه سرعة هو بيت ايه? يتحرك بيه. طيب. اه فاصبحت دل وقت الفيه غير الفيه الاولانية. الفيه هنا كام ستاشر من مية متر. ستاشر من مية من المتر. طيب وعين لانا عايزة. طب انا دلوقتي عندي العجنة موجودة. بعين سفر موجودة. وفيه موجودة. وعين انا عايزها. القانون كام القانون اللي مهوش الجيم. اه مهوش اه اه نون. بناستخدم القانون اللي احنا مهوش اه النون. اه�ا قانون القانون التالت. اللي هو بيقول ايه? بيقول لي ان اين تربية بيساوي اين سفر تربية زائد اتنين جيم آه جيم ايه فيه. يلا نعوض. عين تربية بتساوي. اه السرعة الابتدائية كم? خمسين? كليه تربية? زائد اتنين فيه. اه العجلة كام? بسالم خمس تلاف. في ستاشر من مية اللي هي ايه المسافة? اللي هي هنا ايه? المسافة فيها. يلا نعوض يبقى عين هنا. عين تربية بتلعب تسعمية. بالاختصار تلتسعمية. هات الجزء التربيعي يبقى عين هنطلع بكام? بتلاتين متر على الثانية. يبقى كده انا عرفت تلاتين مين? السرعة. اللي هو ايه? نفد بيها نفدت بيها الايه الرصاصة. نفزت بيها الايه الرصاصة. في الحالة التانية ازا كان السمك سمك الايه الهدف ده سمكه كان ستاشر ايه ستاشر سنة. واخيرا نعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشير الفيديو للاصدقاء والفيسبوك.